موسيقى السابع والعشرون من إبريل أبرزوا ثمار الوحدة اليمنية وأولى لبنات النهج الديمقراطي التعدذي رئيس بعثة أونمها يتهرب من مناقشة بنود اتفاق ستوكولن أثناء لقائه السلطة المحلية نحو 250 شهيدا وجريحان بسبع مجازر في غزة ومدهمات واعتقالات في الضفة والخدس محاولات لإنجاح مفاوضات الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفرهدين وأهلا بكم إلى ملفاتنا أخبارية لهذا المساء أهلا بندر أهلا بكم أعزائنا المشاهدين السابع والعشرون من أبرل أولى محطات السباق الديمقراطي عبر صناديق الاختراع لم يأتي من فراخ بل جاء كأبرز ثمار الوحدة اليمنية المباركة والخطوات التي تلتها في سبيل ترسيخ النظام الديمقراطي التعددي مع قيام الجمهورية اليمنية والتئام شمل اليمنيين في الثاني والعشرين من مايو عام تسعين كان تحول الديمقراطي الأبرز في اليمن والمنطقة من خلال اعتباد دستور الوحدة المستفتى عليه في مايو عام 1991 والذي نص صراحة على اعتباد منظومة تشريعية جديدة تقوم على النظام الديمقراطي تعددي سياسي والصحفي وحرية التعبير والرأي لتطوى بذلك عقود من تجريم العمل الحزبي في الشمال والحزب الواحد في جنوب الوطن وفي تجربة ديمقراطية لم يسبق لليمنيين قاطبة انعاشها من قبل شاركت مختلف فئات وشرائح المجتمع بامتداد اراضي الجمهورية اليمنية في انتخابات السابع والعشرين من ابريل عام 1993 التي اكدت المعنى الحقيقي لحقيقة ان الشعب مالك السلطة ومصدرها ومثلت تلك الانتخابات الاساس الصلب لتجارب ديمقراطية عاشها اليمن طيلة عقدين بعد تحقيق الوحدة المباركة تجسدت في اجراء ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتين في الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية الى جانب التنافس الديمقراطي الشريف لكسب اصوات المواطنين عبر صناديق الاقتراح تجسدت الديمقراطية بمفهومها الحقيقي في افساح المجال امام التعددية السياسية فظهرت عشرات الاحزاب والتنظيمات السياسية كما شهد مناخ حريات التعبير فضاءا واسعا باصدار اكثر من تسعين صحيفة حزبية واهلية للتعبير عن كافة الرؤى والافكار دون قمع وخطوط حمراء ومصادرة لحقوق الصحفيين كما هو حاصل الان خصوصا من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية المحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية هي الاخرى شهدت نقلة نوعية وكان فضاؤها رحبا باتاحة المجال امام عشرات المحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية وتخصيص يوم للاحتفال بالاعلام اليمني ما يعكس المكانة المرموقة التي حظي بها الصحفيون والاعلاميون ابان النظام الديمقراطي القويم وكيف تحول واقع اليمنيين الى جحيم بعد الانقلاب على الديمقراطية بخرافة الولاية والدعاء الميليشيات الاحقية الالهية بالحكم وجعل الثيقراطية الكهنوتية سيفا مسلطا على رقاب اليمنيين ومصادرة حقوق الشعب ومنها حقه الاصيل في كونه صاحب السلطة ومصدرها اشتركوا في القناة 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 في الحديدة تهرب رئيس البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة اونها الجنرال مايكل بري من مناقشة بنود اتفاق سوكولم الذي تستغله الميليشيا الحوثية لمواصلة انتهاكاتها ضد ابناء المحافظة الذين تضرروا من هذا الاتفاق جاء ذلك في اللقاء الذي جمع السلطة المحلية في مديريتي حيس والخوقة على رئيس البعثة لمناقشة اهم بنود اتفاقية ستوكولم والتي تتضمن ازالة جميع الالغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية واطلاق سراح المحتجزين بالاضافة الى الهجمات الحوثية والانتهاكات المتكررة التي تقوم بها الميليشيا ضد الاحياء السكنية والمدنيين وضرورة فتح الطرقات بما في ذلك طريق حيس الجراحي الذي اعلنت القوات المشاركة فتحه للمرة الثانية من جانب واحد وفي غزة يوصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه لليوم الخامس بعد المائتين وقالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب سبع مجزر في القطاع راح ضحيتها ستة وستون شهيدا ومئة وثلاثة وثمانون مصابا واشارت الوزراء الارتفاح حصل الضحايا العدوان الاسرائيلي الى اربعة وثلاثين الفا واربعمائة واربعة وخمسين شهيدا وسبعة وسبعين الفا وخمسمائة وسبعة وسبعين جريحا مدى سابع من اكتوبر الماضي الى ذلك تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الامريكية منذ 11 يوما تضامنا مع غزة ورفضا للدعم الامريكي للعدوان الاسرائيلي على القطاع فيما امتدت الاحتجاجات الى جامعات في دول اوروبية واسرائيل شرارة الاحتجاجات الطلابية التضامنية مع الفلسطينيين تصلوا الى العديد من الدول الاوروبية بعد ان شهدت زخما كبيرا في الجامعات الامريكية رفع خلالها طلاب المؤيدين للحق الفلسطيني شعارات منددة بالاستثمارات المالية المستمرة في الشركات التي تدعم الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس جرائم حرب وابادة جماعية في غزة للشهر السابع على التوالي ورغم الاعتقالات المتواصلة التي طالت الطلاب الا ان التضاهرات لا تزال تتوسع من دولة الى اخرى للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة والمطالبة بسحب الاموال من الكينات المرتبطة باسرائيل ووقف تصدير السلاح الى حكومة الاحتلال كلية الدراسات السياسية سيان سبوف العصمة الفرنسية باريس شهدت وقفة احتجاجية طلابية مؤيدة للقضية الفلسطينية امتدادا لحراك مماثل في الولايات المتحدة واوروبا وتجمع طلاب الذين يرفضون جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة في ساحة الكلية المربوقة بعد يومين من فض الشرطة الفرنسية اعتصاما مناصر للقضية الفلسطينية ورفضا لاستمرار جرائم الاحتلال بحق شعب اعزل ومحاصر من جانبها جددت عائلات الرهائن الاسرائيليين في غزة الحكومة الاسرائيلية دعوتها الى انهاء الحرب واعادة المختطفين وذلك عاقب نشر المقاومة الفلسطينية مشاهد لأسيرين لديها وقد تجددت الاحتجاجات في تل أبيب ومواقع وبلدات اسرائيلية اخرى ضد حكومة نيتنياهو المطالبة بصدقة تبادل الاسراء واغلق عشرات المتظاهرين مسالك ايال باتجاه الشمال واشعل النار في وسط الشارع فيما نشبت مناوشات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب لذلك دخلت مفاوضات وقف اطلاق النار في قطاع غزة والاتفاق على صفقة لتبادل ارهاء مرحلة الفرصة الاخيرة فيما اشارت مصادر اسرائيلية بان الاقتراحة الاسرائيلية الجديد لصفقة تبادل المحتجزين يتضمن الاستعداد لمناقشة استعادة الهدوء المستدام في غزة ما يعكسه تراجع حكومة الاحتلال عن مواقفها المتصلبة والتي عرقلت جهود الوساطات السابقة العملية العسكرية في رفاح والوصول الى هدنة في غزة هما بمثابة فرسي رهام كلما تقدم الاول تراجع الاخر مسؤولون في حكومة الاحتلال اشاروا الى ان وفد التفاوض الاسرائيلي ولأول مرة منذ السابع من اكتوبر ابدا مرونة غير معهودة مقدما المزيد من التنازلات المهمة منها السماح بعودة النازحين الى الشمال وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة ولكن ضمن صفقة مكتملة تتألف من عدة مراحل لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين الاسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وصولا الى احلال الهدوء المستدام في القطاع المحاصر وقال المسؤولون الاسرائيليون ان الاقتراح الجديد تم صياغته بشكل مشترك بعد لقاء الوفد المصري بفريق المفاوضات الاسرائيلي نهاية الاسبوع المنصر وسلم وفد الوساطة المصرية الاقتراح الجديد الى المقاومة الفلسطينية والاخيرة بدورها قالت انها تدرس المقترح وسترد عليه خلال الايام المقبلة المرونة التي تحاول حكومة الاحتلال لابداءها عبر التفاوض لا تنسجم مع جرائم الابادة المستمرة في قطاع غزة ومنها استهداف عدة اجزاء في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة والاستعداد لاجتياحها الامر الذي حذر منه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوصفه اكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني في سياق متصل قال وزير الخارجية الاسرائيلي انهم سيعلقون العملية العسكرية في رفح اذا لزم الامر من اجل التوصل الى اتفاق في مؤشر على ان التلويح باجتياح رفح يهدف للضغط على المقاومة الفلسطينية لانجاز صفقة لاخراج الاسراء والمحتجزين مراقبون يؤكدون انه بعد الوصول الى طريق مسدود في المفاوضات جراء تعنت حكومة الاحتلال ربما تبدل فرصة سانحة كي ينعم اهالي قطاع غزة بالهدوء بعد نحو سبعة اشهر من الحرب في ظل اعلان اهم فصائل المقاومة الفلسطينية استعداده للتخلي عن السلاح شريطة اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 قبل حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل على حل سياسي يجمع غزة والضفة الغربية في دولة فلسطينية مستقلة في اطار الرؤية الفلسطينية لما بعد الحرب ما قد يحمل مؤشرات على قرب انتهاء العدوان الاسرائيلي على غزة ينضم الى هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ رائد اقتعيح أستاذ رائد مرحبا بك أهلا بك يعني مفاوضات الفرصة الأخيرة يعني ما أطلق عليها مفاوضات الفرصة الأخيرة برأيك يعني ما الذي ستحمله الثمان واربعين ساعة القادمة مفاوضات الفرصة الأخيرة وهي بالتحديد اللي هي الخطة المصرية بالتحديد أعتقد يعني أو كما سمعنا أن المقاومة الفلسطينية قبلت بهذه الخطة وقد بنت عليها ما يجب أن يحدث ولكن المشكلة هي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي وبالتحديد في شخص نتنياهو لأننا نعرف أن نتنياهو يحاول مرارا وتكرارا التهرب من المسؤوليات باتجاه ما يحدث في قطاع غزة ودائما ما يضع العراقيل وهو دائما يضع العراقيل هناك الكثير من المبادرات التي كانت وبرعاية أمريكية أيضا وجميعنا يعلم أن أمريكا تعمل لصالح إسرائيل ولا تعمل لصالح الفلسطينيين وأيضا نتنياهو رفاض لأنه يبحث عن المكاسب الشخصية بالتحديد وكثير من قضايا الفساد المتهم بها وخوفا من المحاكمة والملاحقة القانونية والقضائية وإلى آخره وبالتالي هل ستتجه الأمور إلى التصعيد أو التهديئة؟ هم الآن يحاولون فرض شروطهم على المقاومة من خلال التلويح بقضية اجتياح رفع لأن نتنياهو يريد أن يحسن من صورة أمام الشارع الإسرائيلي ويريد أن يحقق انتصارا حتى وإن كان انتصارا زائفا وفي نفس الوقت يريد أن يأخذ الكثير من الضمانات كي لا تتم ملاحقة أو مساءلة إن تم إنهاء الحرب فيما بعد ولكن أيضا على الرغم من ذلك مصادر إسرائيلية تقول أن وفد التفاوض الإسرائيلي قدم تنازلات هذه المرة فيما يخص كل الأخبار تشير وتؤكد أن المؤسستين الأمنية والعسكرية وحتى السياسية في إسرائيل موافقة تماما على هذه المبادرة أو هذه الصفقة باستثناء نتنياهو والقليل من المتطرفين مثل بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي الذي يعمل نتنياهو معهم جنبا إلى جنب بعيدا عن كافة الأطراف ما تأثير تصعيد عائلات المحتجزين؟ المحتجزين يريدون إطلاق صراح أبنائهم المحتجزين يرون أن الجيش الإسرائيلي نفسه يقتل أبنائهم في قطاع غزة أيضا وأن نتنياهو لا يكترث لا بأبنائهم ولا بحياتهم ولا حتى بحياة الإسرائيليين أنفسهم وبتالي ما تأثير ذلك على نتنياهو؟ بالتأكيد هذا يزيد الضغوط على نتنياهو ويضعه في خانة اليك ويحاول إجباره على أن يقبل بما يحدث وأن يقبل بالهدنة في القريب العاجل وحتى أيضا لو نظرنا حتى خارجيا انتفاضة الجامعات الأمريكية والغربية أيضا هذه أيضا تضغط على حكوماتها وبالتالي حكوماتها تضغط على حكومة الاحتلال ما دلالت هذه الانتفاضة؟ يعني الانتفاضة في الجامعات الأمريكية والأوروبية؟ أنا أراها أنها انتفاضة الحق للدفاع عن الدم الفلسطيني المراق بآلة البطش الإسرائيلية وبآلة بطش الحكومات الغربية أيضا وعلى رأسها أمريكا أنا الأوان لأن تعي الشعوب الغربية حقيقة ما يحدث وأن ما يدور على الأرض أن تقوده هي الصهيونية العالمية والماسونية العالمية ضد الشعب الفلسطيني وهي إبادة جماعية هذا يجب أن يعيه المجتمع الغربي وأن تعيه أيضا الشعوب العربية أيضا في نفس الوقت ولكن أنا أعول كثيرا على انتفاضة الجامعات الغربية وبالذات الأمريكية لماذا؟ لأنها ستغير الكثير من المفاهيم عن الصهاية وعن ما يحدث من تمييز عنصري وعن ما يحدث من ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني مفاهيم مغلوطة نقلها الإعلام الإسرائيلي الرواية الإسرائيلية منذ زمن بعيد كانت هي المسيطرة في الشارع الغربي الآن اختلف الوضع وبالتالي دفع طلبة الجامعات إلى الثورة الآن والانتفاضة تعييدا للحق الفلسطيني ودفاعا عن الدم الفلسطيني المراق في قطاع غزة أو في الضفة الغربية حتى هل سنشهد يعني إذا كل هذه الانتفاضة هل سنشهد أيضا تحركا آخر لمجلس الأمن للمحاكم محكمة الجناية الدولية أيضا محكمة العدد الدولية لإنفاذ كل القرارات السابقة هو محكمة الجنايات الدولية أصدرت قراراتها ولكن لم تجد من ينفذ هذه القرارات ونحن نعلم أن إسرائيل مدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية تنفض يدها من كل شيء والولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد في تصريحاتهم الأخيرة حكومة أمريكا في تصريحاتها الأخيرة لم يوجد هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وهذه أيضا مشكلة من المشكلات إذن الهيئات الدولية جميعها لا تستطيع أن تفعل شيء إن لم ترد أمريكا ذلك الفيتو الأمريكي يعطل كل شيء يا عزيزي وهذه هي المشكلة وهذا هو عوار المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين نعم ولكن الأشعوب تحركت والطلاب الجامعة تحركوا وأنا آمل أن تغطي هذه الانتفاضة كل ربوع المجتمع الأوروبي كل ربوع الدول الأوروبية وأمريكا وجميع الجامعات الأمريكية هذا هو أنا أعتبر هذا هو الضغط الوحيد الآن على الحكومات الغربية بأن تتحرك وتتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في قطعها نعم اجتياح رفح هل ما زال قائما أم أنه ورقة للضغط فقط اجتياح رفح أنا أعتقد وقلتها في السابق أن تلوح إسرائيل بعملية اجتياح رفح هي لمحاولة كسب المعركة وللوي دراع المقاومة وهي عملية استغلال سواء استغلال ضد المقاومة الفلسطينية أو استغلال من أمريكا والمجتمع الدولي في آن معا نعم يعني الجميع حاول وضع حلول ولكن كما تفضلت بالذكر نتنياهو وبعض منهم في مجلس الحرب يعرقلون أي تحرك نحو الحلول يعني أيضا الرئيس الفلسطيني طرح بعض الحلول الجميع الآن يسعى إلى حل عملية اجتياح رفح يا عزيزي هي عملية معقدة رفح تختلف عن خان يونس رفح تختلف عن غزة رفح تختلف عن بيت حنون أولا كل النازحين في قطاع غزة موجودين الآن في رفح رفح أصبح هناك ما يعادل مليون ونصف نازح في رفح هذا جانب الجانب التاني رفح هي متاخمة للحدود المصرية أيضا إذن عملية رفح أو اجتياح رفح أنا بعتبره معقد وسيؤثر كثيرا إن تم وسيغير في المجريات كثيرة وبالتالي هناك محاولة لاستخدام موضوع رفح للضغط إما على الاحتلال للقبول بهذه الصفقة أو على المقاومة للقبول بهذه الصفقة وحتى رؤية السيد الرئيس محمود عباس أيضا تأتي في خضم ذلك نعم كيف تقرأ هذه الرؤية بما يخصها الضفة الغربية وقطاع غزة الضفة الغربية وقطاع غزة كان منذ زمن بعيد كنا ننادي بإنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وتوحيد الجهود الفلسطينية لتكون قطاع غزة ضمن السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة الاعتبار للسلطة الوطنية الفلسطينية مرة أخرى وأيضا إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هذا مهم جدا من مواجهة العدن الإسرائيلي لم يستثني أحدا أيضا حال الضفة الغربية أنا أرى الآن أن نحن على عتبات هذه المحطة الجديدة التي يجب من خلالها أن نعيد صياغة الموقف الفلسطيني الموحد تحت المظلة الشرعية وهي منظمة التحرير الفلسطينية وعار على الفلسطينيين أن يفشلوا في ذلك أنا أعتبر أن هذا هو المخرج الوحيد وهذا هو البداية لطريق النصر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إذن إنهاء الانقساب والوحدة الوطنية الفلسطينية هذا هو أهم سلاح في يد الفلسطينيين لمواجهة حكومة التطرف الإسرائيلي أين تكمن الأهمية في ذلك؟ تكمن الأهمية في وحدة الفلسطينيين يا عزيزي تكمن الأهمية في أن يكون هناك قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني تكمن الأهمية أن يتم إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية حينها لا يستطيع أحد أن يتجاوز حينها سيضطر الغرب وإسرائيل والجميع يعترف بحق الشعب الفلسطيني ولن يستطيع حتى الفيتو الأمريكي سوف تكون في موقف حرج ولا تستطيع أن تتخذ أو تصدر قرار حق النقد الفيتو مستغلين للانقساب الانقسام هذا الانقسام سلاح ذوحد أنا أعتبر الانقسام الفلسطيني سيف في يد إسرائيل مسلط على العنق القضية الفلسطينية والانقسام يساهم في ضرب المشروع الوطني الفلسطيني إذن لا بد من الوحدة الوحدة هي أهم سلاح في يد الشعب الفلسطيني ضد حكومة الاحتلال الأستاذ رائد قديح شكرا جزيلا لك شكرا على وجه وارد المزيد حول الوضع في قطاع غزة لدينا من هناك مرسلنا عبدالهادي فرحات عبدالهادي أهلا بك إذن ما جديد الوضع العدوان الإسرائيلي في القطاع اليوم من هذا حتى اللحظة يعني فكرية بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل القصف المدفعي ويواصل قصف طائرات تحتلال إسرائيلية الذي تستهدف في الآونة الأخيرة وتتركز هذه الغارات بالتحديد على المناطق الشمالية من المحافظة الوسطى تحديدا قبل قليل سلسلة من الأحزمة النهارية شنتها الطائرات في المناطق الشمالية من مخيم النصيرات الذي يشهد أيضا مزيدا من القصف المدفعي لكن زميلة الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال غاراته الإسرائيلية لم يستهدف منازل مأهولة بالمدرجين أو مأهولة بالمواطنين إنما هو يركز على استهداف المنازل استهداف الشوارع وتدمير البنية التحتية سواء كان في المناطق الشمالية أو في المناطق الجنوبية وتحديدا المناطق الشرقية محافظة رفح ومحافظة خانيونس ومحافظة الوسطى بالتحديد إضافة إلى استمرار الاشتباكات بين الآونة والأخرى الذي تتصدى لها المقامة الفلسطينية ضد عناصر الجيش الإسرائيلي المتواغنين في المنطقة الخط الفاصل الذي عدى الاحتلال الإسرائيل خلال أيام التصعيد مستوطن 3 سالين بالتحديد أيضا زميلة انتشال جثمين الشهداء ما زال متواصل تحديدا في مدينة خانيونس اليوم تم انتشال جثمين 13 شهيدة من منطقة حي الأمل وسط مدينة خانيونس وما زالت طواقب الدفاع المدني تستمر بعمال البحث عن جثمين شهداء حسب ما يتم التبليغ عنهم من قبل وذوي الشهداء وهالي الشهداء الذين ارتقوا خلال العملية العسكرية على مدينة خانيونس بالتحديد ماذا عن الوضع الإنساني والصحي وكذلك طبيعة الأمراض المتفشية في القطاع؟ بالتأكيد زميلة عندما نتحدث عن الوضع الصحي والوضع الإنساني في قطاع غزة فهو يترابط تام وترابط متواصل عندما نتحدث أيضا عن المنظومة الصحية المتهالكة في قطاع غزة منذ أيام وما زالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة توجه لداءات تحضير ونداءات استغاثة للعالم الأجنبي والعالم الإنساني والمجتمع الدولي بأن المستشفات في قطاع غزة القليلة التي تعمل بأقل الأمكانيات في هذا الوقت أنها قد تواجه مشكلة في عدم تشغيل مولدات المستشفيات نظرا لعدم وشح وعدم توفير الوقود في هذه المستشفات المستشفى الشهداء الأقصى الذي تستقبل عدد كبير من الجرحى والشهداء بشكل يومي جراء الغارات الإسرائيلية هذه المستشفى التي تغطي المحافظة الوسطى التي تقطط بملايين وآلاف السكان وآلاف النازحين فهي لم تعد كافية لاستقبال أعداد مزيد من الجرحى في ظل نقص المستنزمات الطبية وتعاني التحتلال الإسرائيلي بعدم وصول المساعدات الإنسانية وكذلك على صعيد الوقود وعلى صعيد الغذاء والدواء زميلة كيفكرية مراسلنا في غزة عبدالهاتي فرحات شكرا جزيلا لك إلى ذلك شنت قوة الاحتلال حملة مدهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلين تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق خلفت إصابات واعتقالات تلت عددا من الفلسطينيين وأفدت المؤسسة التي تعانى بشؤون الأسر أن قوة الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة حيث جرت تحويلهم لتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين كما اقتحم مئات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في سادس أيام عيد الفصح اليهودي وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من أربعمائة مستعمر اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة في اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي وقاموا بجولات استفزازية وأدوا تقوصا تلموذية في بحاته كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومن الضفة الغربية معنا مرسلنا نظير الفالح أهلا بك نظير إذن ما طبيعة أو ما جديد ما يجري في الضفة من حملة اقتحامات ومدهمات نعم الجديد هو تواصل اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في هذه الأثناء قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال الشرق جنين شمال الضفة الغربية الوطلة وتكون بعملية تخريب واسعة وتدمير للبنية التحتية بشكل شامل وتشن حملة دهم واتقالات في هذه البلدة وكانت أيضا قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات مساء هذا اليوم مدينة البيري وبالتحديد حي جبل الطويل واندلعت اجتماكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون التصدي لهذا الاقتحام فقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص المططي والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح وصفت بالطفيفة جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا هذا اليوم أمن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وذلك في اليوم السادس بما يسمى عيد الفصح اليهودي في وقت منع فيه المواطنين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة التي حولها إلى ثكنة عسكرية مغلقة هذا كل يترافق مع تواصل أيضا اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين كما حدث اليوم في مسافر يطى حيث قام عدد من المستوطنين بإطلاق الرصاص على المواطنين والمزارعين الفلسطينيين في هذه القرية وفي محاولة منه للسيطرة على ينابيع المياه هناك وذلك بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقال تتواصل على مدار الساعة والحصيلة ارتفعت إلى يقارب 8500 معتقل فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي ثلث المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري أي دون تهمة أو محاكمة نظير ما طبيعة الإجراءات العسكرية التي تم وضعها على المسجد الأقصى وما داخل البلد القديمة؟ نعم يعني بداية جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق حاجز كولنديا العسكري إلى الشمال من المدينة وهو المعبر الرئيس للمواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى المدينة ومنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى المدينة وكذلك عبر حاجز حزمة أو الحواجز المحيطة بمدينة الكدس كحاجز بيت لحم العسكري لا يسمح إلا لكبار السن ممن تجاوزوا الستين وسل الخمسة وستين عاما وممن بحاوزتهم تصريح بالوصول إلى المدينة وذلك لكي يكمل احتفالاته الدينية في المسجد الأقصى المبارك ولكي يسمح لغنات المستوطنين المتطرفين بإقامة طقوسهم التلمودية وتلقي شروحات حول الهيكل المزهوم إذن ناظر الفالح مرسلنا في الضفة الغربية شكرا جزيلا لك مستمرة للملفات وفيها بعد الفاصل اتفاع الإصابات بالكوليرا في اليمن إلى أكثر من 18 ألفا منذ أواخر العام الماضي الإنسان بوصلتنا والمهنية نهدنا نواكب الأحداث ونضعكم في تفاصيل الصورة نتتبع معاناة المواطنين ننقل آمال وتطلعات المواطنين ومعاناتهم ننقل الأحداث لحظة فقوعها قريبون من الأحداث دفاعا عن الأرض والإنسان نتنقل برا وجوا وبحرا نتلمس المعاناة وهموم المواطن يدخل لبنان عاما جديدا وفضح جرائم العدوان الأسرائيلي هدفنا إيصال الحقة كما هي نلتزم بمعايير أوضاع الاقتصادية المتتهرة اليمن اليوم صوت وطني يتلمس قضايا الوطن ارتفع عدد الإصابات بمرض الكوليرا إلى أكثر من 18 ألف حالة بالإضافة إلى أكثر من مائة وفاة حتى الأسبوع الثالث من أبريل الجاري الكوليرا ناقوس موتين يدقوا بواب اليمنيين فخلال خمسة عشر يوما فقط زادت أعداد المصابين بالوباء بعدد سبعة آلاف مصاب مقارنة بإحدى عشر ألف إصابة أعلنت عنه الأمم المتحدة وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت منتصف الشهر الحالي لترتفع عدد الإصابات بالمرض إلى أكثر من 18 ألف حالة وأكثر من مائة حالة وفاة حتى الأسبوع الثالث من شهر إبريل يبدو أن الوباء أصبح واقعا في بعض المناطق المتضررة وسلاحا يهدد المواطنين بجانب ما يواجهونه من مآس عمرها عقد من الزمن الهيئة الطبية الدولية في أحدث تقاريرها قالت أنه بعد مرور خمس سنوات من تفشي الكوليرا الأكثر فتكا في تاريخ اليمن أصبحت البلاد تعاني من عودة الوباء بدى اليمن في تسجيل ارتفاع كبير في حالة الإصابة بالكوليرا وذلك في محافظات متعددة في الربع الأخير من عام 2023 حيث تم بين أكتوبر وديسمبر الماضيين تسجيل أكثر من ألف حالة مع تفشي المرض وامتداده إلى 23 مديرية في تسع محافظات الهيئة الطبية الدولية أشرت إلى القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثي على توفير الاستجابة للحماية الإنسانية مشيرة إلى أنه لا تزال خدمات الحماية مرهقة بشكل كبير في العديد من محافظات اليمن خاصة تلك الواقع تحت السطوة الحوثية استمرار الحرب التي طال أمدها رافقها انتشار الأوبيات والأمراض وسوء التغذية الحاد مسببا خسائر غير مسبوقة على جميع المستويات التي يتأثر من خلالها المواطنون خاصة الأطفال والنساء باعتبارهم الحلقة الأضعف في البلاد وفق ما لفتت الهيئة الطبية الدولية والي المزيد انضمنا عبر سكايب من عدن مدير عام المركز الوضعي لتثقف الإعلام الصحي والسكري دكتور عارف محمد الحوشبي دكتور عارف أهلا بك إذن إصابات الكوليرا قفزت في اليمن قفز مهولة إلى 18 ألف حالة منذ متى ولماذ وماذا يعني هذا الرقم في البداية نتقدم بالشغل الجزيل إليكم على اهتمامكم بالقوانب الصحية وما نعانيه منذ بداية هذه الصراعات مع هذه الميلياشيات الحوثية بالنسبة للأرقام أنا سأعطيكم الأرقام الصادر عن الترصد الوبائي النظام الإديوز في وزنة الصحة العام والسكان هنا في عدن منذ 15 أكتوبر وحتى الآن بلغ عدد الحالات المبلغ بها 4996 حالة الحالة الإيقابية بالفحص السريع 1187 حالة الفحص الزراعي المخبري ثبت إصابة ما يقارب 500 حالة طبعا الأرقام من مناطق سيطرة الميلياشيات الحوثية لا توقع لدينا وهم يتكتمون وعبر قناتكم الكريمة نناشد المنظمات الدولية بالضغط على هذه الميلياشيات للإفساح عن عدد الحالات التي تمت أو التي أصيبت بهذا الوباء المنتشر حاليا طيب طيب دكتور عارف يعني ما أسباب هذا التفشي السريع لهذا المرض الأسباب كثيرة طبعا أبرزها أولا المرض وصل إلينا في المناطق المحررة من مناطق سيطرة الحوديين كما نعلم أنه لا يقل لديهم أي اهتمام بحياة المواطن وليس لها أي قيمة حياة المواطن لديهم كما يرفضون ورفضوا من قبل تنفيذ حملات التحصين للوقاية من الأمراض المعدية هاهم اليوم يتكتمون ويقومون بالتوزيع أو نشر هذا المرض على مستوى المحافظات اليمنية عامة نحن طبعا في وزارة الصحة العامة والسكان بقيادة معاي الوزير الأستاذ دكتور قاسم حمد بوحيبة نعم تم الاستجابة بصورة عاجلة لهذا الأمر وتشكيل لقنة تسمى لقنة إدارة الحدث في وزارة الصحة العامة والسكان وهي رأسها الوكيل قطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي الأسبوع الماضي نجتمع بشكل أسبوعي الأسبوع الماضي اجتمعنا بقيادة معالي نائب الوزير للدكتور نعم نعم إذن أستاذ عارف محمد الحوشبي مدير عام المركز الوطن للتثقف والإعلام الصحي والسكان شكرا جزيلا لك كما ارتفعت الإصابات بالحصبة خلال العام الماضي مسجلة أعلى معدل لها خلال الخمسة أعوام من الأخيرة وقالت منظمة الصحة العالمية إن اليمن شهد خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية حيث بلغت الحالات المسجلة أكثر من واحد وخمسين ألف حالة وتعد حالات الإصابة المسجلة العام الماضي أعلى معدل سنويا خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة زيادة بلغت واحدة وتسعين في المئة عن من العام الفين واثنين وعشرين الذي تم فيه رصد سبعة وعشرين ألف حالة وعبرت الصحة العالمية عن قلقها من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة لدى الأطفال والنساء الحوامل باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة وأشارت إلى أن حوالي سبعة وعشرين من الأطفال الذين تقلوا أعمارهم عن سنة واحدة في اليمن لم يتم تحصينهم ضد هذا المرض ولم يتلقوا الحد الأدنى من التطعيمات الروتينية الأخرى المطلوبة للحماية الكاملة تشهد فاكهة المانجو انخفاضا كبيرا في أسعارها لأسباب عدة في مقدمتها زيادة الإنتاج وضعف القدرة الشرائية وتوقف التصدير ومزاعب بإصابتها بالديدان حالة من الركود والكسات تشهد أسواق الفواكه اليمنية منذ أسابيع خصوصا لفاكهة المانجو التي تشهد انخفاضا كبيرا في أسعارها حيث وصل سائل الثلاثة كيلو من صنف التيمور الفاخر إلى ألف ريال نزولا من ألف ريال مصادر الاقتصادية كشفت عن الأسباب التي جعلت الأسواق تغص بفاكهة المانجو في مقدمتها التوسع الكبير في زراعته خاصة في وديان اتهامة بالإضافة إلى تأثير الشائعات ومحاولة تشويه المنتاج بمزاعم الإصابة بالدود في بعضه إنعدام السيولة النقدية لدى الأغلبية من المواطنين تسبب في انخفاض القوة الشرائية لفاكهة المانجو وتعاني المنتاجات الزراعية اليمنية بما فيها المانجو من صعوبات في التصدير لتقاعس الجهة الحكومية بأهمية التعليب والتغليف الجيد والتسويق ووفقا لقائمة التصنيفات فإن المانجو اليمنية يعد من أجود الأنواع في العالم ويتميز بقيمة الغذائية العالية يقدر إنتاج اليمن من المانجو هذا العام ب477 ألف طن بينما تصل مساحة الأراضي المزروعة به إلى 26 ألف هكتار ومن أصناف المانجو المزروعة في اليمن قلب الثورة تيمورة أبو سنارة الحافوس الفونس البميلي البركاني والسوداني كما تحتل اليمن المرتبة 18 عالميا في إنتاج المانجو وتصدر 28% من إنتاجها إلى دول الخليج ونشر وغرد العشرات من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم نازل أشتري سلة منجو منتقدين الشائعات التي أطلقها من وصفهم بأعداء المنتج الوطني والمغرضين الذين يحاربون فاكهة المنجو بأنواعها المختلفة فهل فعلا باتت المنجو تعاني من غزو الديدان لها أم أنها مجرد شائعات ليست مبنية على حقائق علمية وواقعية ينضم إلن عبر الهاتف مدير مكتب الزراعة في الخوخة نصر خان أستاذ نصر مرحبا بك أستاذ نصر هل تسمعوني ما القصد من وراء انتشار هذه الشائعات فيما يخص المانجو نعم نسمعك شو جيدا يا أستاذ نصر المانجو 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 المانطقة في اليمن كامل من عصان انتاج وحصان المانطقة التحامة يا أستاذ نصر حاول تكون في التغطية عشان نسمعك جيدا يعني أنا برا خيره أقول لك السلام عليكم وعليكم السلام هل تصيبك بعد هذا المادة نطلع بهذا المادة عن المانجو نتصبك يا أستاذ نصر عليك اشتركوا في القناة 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 ذلك هو ما يسود حياة الناس هنا بأمل أن تتحسن الخدمة إلى مستوى يتناسب وتطلعات سكان أرياف لاحق والوازعية محر الدين الصبيحي لقناة اليمن اليوم شبوة ما زالت تتشبث بعمقها التاريخي وأرثيها الاجتماعي والعربي الأصيل ومن هذا ما يتجلى عند تنصيب الشيخ وعقل القبائل من خلال اتباع عادة وتقاليد متوارثة شبوة ما زالت تتشبث بعمقها التاريخي وإرثها الاجتماعي والعربي الأصيل وهذا يتجلى مع كل مناسبة اجتماعية تحل في مناطق المحافظة والتي لا يتخلى أبناؤها عن اتباع العادات والتقاليد التي توارثها من الآباء والأجداد هذه الزوامل والأهازيج التي تصلح بها حناجر هؤلاء الرجال ما هي إلا جزءا من طقوس وأجواء التقاليد الشعبية المتوارثة خلال التوافد للمشاركة في مراسم تنصيب شيخ والقبائل في المحافظة أسلاف العراف المشايخ وأسلافها وأسلاف عادة البلاد فيه شيخ شمل وفيه شيخ قبيلة وفيه قدوة في اليميع ولا بيت الله ولا قدوة هذا أول شيء الشيء الثاني مهنت الشيخ أن يقولون بربعة ونصلح رأيهم ولا أحد أخلف عليه يتقي عليه للغير إذا حدعه من غير يسدد عليه لحتى الله يرد صعبه بحسب الأسلاف الشرعية والعرفية وتبدأ مراسم التنصيب بوضع ابناء القبيلة العمامة على رأس العقلة والشيخ الجديد إعلانا عن مبايعته على السمع والطاعة عقب ذلك يتولى أحد المقادمة هو المرجعيات القبلية الكبيرة من القبائل المجاورة بوضع عمامة أخرى على رأس العقلة والشيخ بما يعني اعتراف القبائل الأخرى به والعمامة تحمل رمزية الشيام والقيم وتوكيله المسؤولية عندما يتوفى الشيخ القبيلة يقومون بتنصيب ولده باتفاق من أبناء القبيلة أو المديرية حتى يعتمدوه بعد والده كعاقل أو شيخ وهذه عادات وتقاليد في شبوه ويقومون بدعوة السيد والدولي والقاضي وجميع القبائل كل أشخاص في المحافظة يأتيون يحضرون إلى مكان التنصيب وتكون زوامل وتكون قصاعد وتكون مباركة ويقومون بالتعميمة بالعمامة يعممونها يعني العمامة اللي هو زي ما تقول القاضي أو السيد أو الدولة الدولي يعني من الكبارات نعمل على الصلاح ذات البينة بيننا والتقارب بين الجميع إن شاء الله والله يقدرنا على حمل هذه المسؤولية التي تكلفنا بها ويعينا الجميع على ما فيه الخير والصلاح للجميع ونرحب بجميع قبائلنا التي حضروا التشريف في هذه المناسبة إلا أن هناك بعض الشروط والمعايير يجب أن تتوفر عنده اختيار عاقلا أو شيخا للقبيلة نحن وصلنا اليوم لتنصيب الشيخ مبارك بن أحمد بن ناصر المعبسي وبجمعنا هذا لحنا لتوارث العوالق أو بشكل يعني عام قبيل يعني محافظة شبوة شيخ بعد شيخ إذا راح الشيخ نصبوا ابنه بعده أو بن عمه أو أخوه أو مات أو راح يعني والشيخ يكون في قبيلته يعني أمين ومحافظ على قبيلته ويقدم من ماله ويحل قضايا قبيلته لا يخلي قضية تخرج من قبيلته إذا هو عاقل وفاهم وبعدها له يعني يحل أي قضية بينهم البين وتقام خلال المناسبة محافات فلكلورية تتخللها الأهزيج والزوامل والمساجلات الشعرية التي تمجد الشيخ الجديد وقبيلته وبما أن التركيبة الاجتماعية في شبوة تقوم أساسا على الطابع القبلي فأن مسؤوليات كبيرة تقع على شيخ القبيلة حيث يلعب دورا كبيرا في معالجة وحل الكثير من المشاكل من خلال الفصل بين المتنازعين في قضايا الخلاف بإصدار الأحكام العرفية وهو ما يسهمه في حفظ الأمن والاستقرار وإحلال السلم الأهلي زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة انتهت مرة فتواني لخبري لهذا المساة في أمان لقاءنا على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر